اهلا وسهلا بكم عزائي المشاهدين مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية يثار موضوع تمويل الحملات الانتخابية ومصادرها وقد اشار قانون انتخاب مجلس النواف في المادة 29 انه يحضر الانفاق على الدعايات الانتخابية من المال العام او من موازنة الوزارات او اموال الوقف او اموال الدعم الخارجي اسئلة عديدة وثار هل سيلتزم المرشحون بالقانون المذكور اعلاه؟ هل ان تخويف الناس من استخدام المال العام للدعاية الانتخابية حقيقي ومنطقي؟ هل ستتوقف الاموال الخارجية عن دعم بعض الحملات الانتخابية؟ ما هو الدور المفوضية؟ وما هي متابعتها لشكل الدعاية الانتخابية ومصادرها المالية؟ هل سيوظف المال السياسي بسخايا للتأثير على اصوات الناخبين؟ ام ان رأس مال الطائف والرمزي سيكون هو المحور في معركة الانتخابات؟ هذه الاسئلة نطرحها على ضيوفي لكن دعونا نشاهد ما عده لنا كادر البرنامج مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية تتزايد مخاوف الكتل والأحزاب السياسية من استخدام المال السياسي والمال العام ومحاولة استغلال حالات الفقر التي تعاني منها شريحة واسعة من المواطنين لكسب أكبر قدر من الأصوات للتأثير في مسار العملية الانتخابية الآن نشهد استخدام المال السياسي هناك بطاقات شراها هناك أموال تبذخ بعناوين مختلفة وبصياغ مختلفة ولكن هي لشراء أصوات الناخب هناك حملات انتخابية تتم عن طاق واسع رغم باتفاف على تعليمات المفواضية استخدام المال السياسي للدعاية الانتخابية على الرغم من حرمته من كثير من المراجع الدينية تبقى مردوداته كبيرة جدا وخاصة في فترة ما بعد الانتخابات ولذا نطلب وننهن العراقي أن يكون أكثر وعيا من خلال تمييزه بين المال السياسي والمال الفاسد أعتقد السياسي الذي يشتري صوت المواطن مستعد لبيع الوطن من أجل مصالحه الشخصية على جميع العراقيين كناخبين أن ينتبهوا لهذا الأمر جيدا وعلى الرغم من التجارب السياسية السابقة والتي أثبتت أن معظم الوعود التي أطلقت في الحملات الانتخابية كانت مجرد حبر على ورق إلا أن الكثير من السياسيين يعملون بنفس الطريقة مرة أخرى في وقت يرى فيه البعض أن تلك التجارب الفاشلة جعلت المواطن أكثر وعيا في الوقت الحالي استخدام المال السياسي أو وسائل الابتزاز الأخرى والتأثير على الأصوات أعتقد هذه المسألة أصبحت قديمة وما أعتقد ستنطلي بشكل أو بآخر المال السياسي يستخدمونه لأن باقي ودوا له وقعدوا على الحديدة ولذلك يستخدمون المال السياسي من أجل أن يبقون ويستمرون بالسلطة الناس اليوم بدت تفهم الوضع وبدت تدرك وبدت يصير عندها علم عميق في موضوع الانتخابات وأتوقع أن هذه المرحلة ستأدي إلى إفراز الصالح من الغير صالح الأمم المتحدة من جانبها ولضمان نزاهية وشفافية الانتخابات المقبلة دعت الأطراف السياسية المشاركة في الانتخابات لتوقيع وثيقة شرف تنص على التنافس الشريف بين المرشحين والامتناع عن استخدام وسائل الضغط أو شراء الذمم أو إجبار الناخبين على التصويت لمصلحة جهة معينة من بغداد غيث محمد قناة الرشيد الفضائية رحبوا معي عزائي المشاهدين بكل من السيد مقداد الشريفي مدير المركز العراقي للدراسات الانتخابية والسيد سامي أجيزاني عن تيار الحكمة والسيد مثنى الفريجي عن تحالف سائرون أهلا وسهلا بكم وأبدأ بسؤالي لك سيد مقداد هذا اليوم لعداد الكبير الموجودة من المرشحين وأيضا من القوائم الانتخابية البعض عنده ريبة وشك في نزاهة الانتخابات القادمة والبعض يعتقد أنه هناك أحزاب كبيرة تسيطر على المشهد الانتخابي من بدارة العملية السياسية إلى هذا اليوم كيف ممكن نقنع المواطن بانتخابات نزيهة وأيضا أساليب كبيرة للكتل الكبيرة ربما تنحصر في هذه الانتخابات بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم في البداية أرحب بيكم وأرحب بالضعيف شكرا الكرام وضموشة لقناة الرشيد الفضائية في الحقيقة كل موسم انتخابي وكل فعالية انتخابية يظهر هذا الكلام ويصير طعن بالعملية انتخابية قبل أي انتخابات وأنا أعتقد هذا جزء من عنده مدروس بعض الجهات السياسية مارسي حتى تضغط على المفوضية حتى تطلع نتائجها سلبا أو إيجابا هي من البدء بدت تباشر بالطعن بعمل المفوضية نعم حالة صحية أن الكتل السياسية أو القوام الانتخابية والمرشحين عندهم قلق من عمليات التلاعب أو التزوير أعتقدها قضية طبيعية وهذا الشي يحفز المفوضية ويضغط عليها لغرض وضع إجراءات أخرى أضافية للحد من عمليات التلاعب والتزوير نعم نأمل إن شاء الله من الأخوان بالمفوضية المجلس الجديد أن يمارس بعد أكثر إجراءات حدة لمنع التزوير والتسويق إجراءاتهم اللي خاصة بالمنع من التزوير عن طريق وسائل الإعلام حتى يمكن الناخب يصير عنده نوع من الأطمنة لأن الآن الساحل شوفي أي فضائية الآن كلها جاء تحكي على عمليات التلاعب والتزوير وراح يصعدون لغير أشخاص وهذا أعتقد في الشيء محبط يعني يحبط معنويات الناخبين فبالتالي يقولك جاءت بباع بطاقات والوجوه نفسها راح ترجع فيصير عامل سلبي باتجاه أنه نسبة التقليد نسبة التصويت وعليه يعني ندعو إحنا الإعلام الحرص نعم أكون مشاكل في الانتخابات قد تحدث مشاكل في كل عملية انتخابية لكن تهويلها وتعظيمها أعتقد راح يأثر على سير العملية انتخابية القادمة لكن سيد مقدار الشريف خلينا نتحدث بكل صراحة التمويل الموجود يعني هاليوم كوكتل كبيرة عدها تمويل وعدها وزارات وعندها مشاريعها الاقتصادية هذا اليوم هذه تنطي شعور وانطباع للمواطن البسيط أنه نفس الهيمنة لهذه الأحزاب الكبيرة بالمال السياسي المال السياسي المال اللي ما اخطته من الوزارات ومن أيضا الحملات اللي موجودة والمراكز الموجودة الاقتصادية نعم مو دائما المال السياسي أثر من الناخب حتى احنا من قزم ونسفح الناخب العراق مالتنا بالفلوس يروح يصوت ويصير تصوت نعم ممكن يأثر على شريحة معينة لكن السواد الأعظم ما اعتقد راح ينجر مع هذا الموضوع لدينا تجربة من خلال تجربنا في 2014 بعض الجهات السياسية انا ما اذكر صرفت أكثر من 60-70 مليون دولار وما حصلت مقعد أو مقعدين ومرشحين أيضا أنفقوا أموال طائلة لكن ما فازوا بالانتخابات فالدليل أنه أكو رفض بالشارع من موضوع شراء الصوت نعم عام 2018 قد يمكن صار تبدل المال كثير الأساليب تعددت نأمل يعني أن تشترك جميع الدولة من النواب الحكومة المفوضية مؤسسات المجتمع المدني الإعلام بالتثقيف الناخبين بعدم إنجرار مع تجار شراء الأصوات اللي هي الآن منتشرين في كل منطقة كثيرا نسمع من خلال مراقبتنا تجاري بيعون من الآن نعم أو مكاتفات حين لخضية الأصوات أعتقد شراء الأصوات نعم قد يؤثر في هذا المنطقة أو تلك المنطقة لكن لا يؤثر على مجمع العملية دعونا ننتقل إلى سيد موثنة سيد موثنة يعني هذا اليوم كيف ننظر إلى الانتخابات وتمويل الكتل الكبيرة دعونا نتحدث بكل صراحة اليوم المواطن عنده خيفة وريبة من الانتخابات بسبب أن البعض يقول لك أنا ليس أروح للانتخابات الاحتمال للانتخابات تكون مزورة لأنه يكون مال سياسي ينفق يكون تمويل خارجي يكون ينفق على الكتل كبيرة يعني وأكون تدخلات أيضا من رجال أعمال وأيضا من شخصيات ربما البعض يعتبرها اقتصادية كبيرة من وزارات وغيرشي تفضلت حدث أستاذ مثنع عن هذا الموضوع وأنتم بالسائرون ربما الكتلة المنوعة يعني شون راح تمولون حمدتكم الانتخابي بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك يستهيفا والأستاذ الضيوف سيد الشريفي والأستاذ أيضا ولجميع المشاهدين بصراحة لا أشترك مع السيد الشريفي بأنه تحدث في بداية كلامه أنه في كل مرة وفي كل موسم انتخابي تسبق الكتل المشاركة بهذه البالونات تطلقها في الهواء أنه هناك تزوير نحن نخاف وهناك تلاعب هذه المرة هناك اختلاف كبير هذه المرة توجد أجهزة تسريع هذه المرة أول تجربة للانتخاب الإلكتروني هذه المرة لأول مرة تستخدم هذه الآلية سيكون امتحانا لكوادر المفوضية لنجاح هذه الآلية بصراحة قبل حوالي شهرين احنا كان عدنا اطمئنان كبير لأنه الآلية ممتازة جدا وتحمي أصوات الناخبين سواء الجدد أو القدامة لكن في الأسبوع هذا الذي مضى خلال الخمسة أيام اللي مضت بدأنا نسمع يمينا ويسارا تخوفات من قبل زعماء الكتل بأن هناك احتمالية تزوير حبذا أن ينورنا الأستاذ الشريفي اللي كونه خبير في هذا الميدان أنه ما هي الضمانات للناخب أولا وللمرشح ثانيا أنا سمعت ابتداء في جلسات سابقة أنه يوجد آلية حماية جهاز إذا عطل الجهاز الأول يكون جهاز الثاني وإذا عطل الجهاز الثاني سيلجون إلى الآلية الورقية قبل فترة سمعنا أنه أكو مشكلة في بطاريات الأجهزة أنه أكو دولة جربت يمكن لا يخطرني روسيا جربت من أصل 63 ألف جهاز تعطل قرابة 10 ألاف جهاز نحتاج هذه التطمينات هذا أولا ثانيا المال السياسي بصراحة ينطبق جزء من تفسير الآية الكريمة لطالوت نهر طالوت أنه لمن قالهم طالوت قال الجنود إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فإنه ليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من ابترف غرفه فشربوا منه إلا قليلا منهم بصراحة الفريق السياسي الحالي اللي صار لقرابة 15 عام هو على دكة الحكم كلهم قد شربوا من المال السياسي كلهم يستعينون بالمال السياسي لعودتهم من جديد إلا قليلا منهم إلا قليلا منهم لأن قياس العموم ظالم لا أرد أن أقول أنه كلهم ولكن الغالبية العظمى نهلوا من هذا المنهل واستعظمت أموالهم واكتنزوا ثروات فإحنا اليوم جايين ونحن جدد نحن ننافس عمالقة في هذا الميدان يعني ما عندكم تخوفات أنا أفهم من كلامك زالت التخوفات يعني ما عندكم تخوفات من ضخ المال السياسي وأيضا سيطلت وهي من الأحزاب الكبيرة اللي موجودة هذا اليوم في الساحة السياسية أنا جايش بالحديث أقول أنا كمثنى لا أستطيع أن ننافس زعماء أرصدتهم وميزانية نقطة مهمة جدا ميزانية حملتهم الانتخابية تفوق ما أرصده أنا بماءات المرات اللي يحكي بالمليارات ومثل يحكي بالخمس وست ملايين أو العشر ملايين أو يعتمد على ثلاثين أو أربعين بوستر يطلع بالشارع هذا أيضا لا توجد فروسية ولا يوجد انصاف في موضوع التنافس نحن نحتاج أن يكون هناك انصاف في التنافس من بيده الآلية الحكومية من بيده الجهاز التنفيذي سيكون أقوى في الشارع شارعنا متعب مواطننا محبط مواطننا يبحث عن ومضة أمل هنا وهنا بصراحة لن يأتيني وليس بيدي شيء سيذهب إلى الوزير لعل ذلك الوزير سيعين في تعيين ويعين في فنصة عمل هذه نقطة مهمة جدا أستاذ مثنى نحن نقاط مهمة جدا لا أجد انصافا ولا أجد مساوات بين حملة وحملة وزير أسألها للسيد جيزاني يعني لأنه من كتلة كبيرة جدا تيار الحكمة فهذا اليوم ممكن يتعامل الناخب مع كتلة كبيرة يعني هاليوم المال السياسي يلعب دور كبير بالانتخابات القادمة وأيضا شاهدنا كتلة كبيرة من هذا اليوم توزع وتنطي والساعد يقول لك السيد مثنى يعني كلام مهم جدا يقول لك أنا مرشح شون أقدر أنافس كتلة كبيرة ومرشحين هذه الكتلة الكبيرة ومع العلم الكتلة الكبيرة لديها تمويل ووزارات وأيضا عدها يعني خلينا نتحدث بكل صراحة عدها أيضا يعني اقتصاد كبير بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم لضيوفكم الكرام ولمشاهدي قناة الرشيد الفضائية في الشارع صوتين الصوت الأول صوت مسؤول وحريص على دماء الشهداء والصوت الثاني هو صوت سياسي مبحوح يحاول التشكيك بالعملية السياسية دون وجود وقاع أو نتائج الجميع لديهم مخاوف بسبب التجارب السابقة الغير منصفة للعمليات الانتخابية وهناك حقائق مبرزة أما العملية الانتخابية التي مقبلة أو نحن على أعتابها فيها مستجدات الكترونية وفيها المفوضية ذكرت وجود أجهزة الكترونية وجود حداثة بعملية التصويت ولكن هذا لا يعفل المفوضية من مسؤولياتها إعلام المفوضية هناك تقصير أما بخصوص الحديث عن الكتل الكبيرة والكتل المسيطرة تيار الحكمة تيار أمر ما قارب السنة ولا نمتلك وزارات لدينا وزيرين تكنقراط وغادروا لكتل أخرى موفقين نتمنى لهم الموفقية أما بخصوص المال السياسي اليوم شوارع بغداد هي هي الفيصل ومن لديه لافتات ومن لديه إعلان ممول ومن لديه عمل رآه العراقيين المخاوف لدى الجميع ولكن هناك تطمينات وهناك منصفين وهناك مخلصين على العملية السياسية كل العراقيين سجلوا النصر العسكري نحن بانتظار النصر السياسي لنحقق انتصار بجناحين نحن الآن بجناح واحد الانتصار بجناحين هو العملية الانتخابية المقبلة لإنتاج مجلس نواب قادر على رفع هموم العراقيين وبالتالي الوصول إلى حكومة تمثل الجميع لكن خليني أسأل سؤال مهم جدا يعني اليوم الحالة الاقتصادية الصعبة اللي مربيها المواطن العراقي حالة كل الصعبة أكوي أسأل بعض المواطنين يقول لك أنا هذا اليوم أروح للانتخابات وبالآخر تطلع نفس الوجوه نفس الكتل وينعاد نفس المشهد السياسي من عام قبل 14 سنة إلى هذا اليوم شنو اللي راح أقدر أغير شنو اللي راح أقدر أحقق لأن هذا اليوم بصراحة الكتل الكبيرة اليوم تشتغل طريقة ثانية اللي راح صاروية جهات أخرى واللي غير منهجه السياسي بالانتخابات واللي هذا اليوم نشوفه ويا الفقراء ويا النازحين يعني تغيير جذري يعني لكسب الناخل الصورة أصبحت واضحة أمام كل العراقيين من قدم ومن لم يقدم وهناك المرجعية الرشيدة ولديها بيان واضح وصريح وخارطة طريق للمرحلة المقبلة لم تشير لطرف ولم تشير لمرشح ولكن أعطت خارطة طريق لكل العراقيين هذا جانبهم الجانب الثاني أعتقد النظرة المتشائمة والحكم المسبق على عملية انتخابية إحنا ما وصلنا لها بعد نعم أعتقد هي ظلم للعراق وظلم للعملية السياسية من هو الشائم تقصد؟ الجميع متشائمة حتى جنابكم متشائمة لا نحن موشامين لا نحن موشامين لكن أنا أخذ رأيي مرشح يعني أتحدث بكل صراحة يقول لك أنا إشلون أقدر أنافس كتل كبيرة عدها مال والمتكلم أيضا مرشح نعم وعدها أيضا دعاية لا لا مو دعاية لا نحن نتحدث كلام منطق الواقع ما أنا الأخ أشترك معاه بنفس الظروف نعم لكن أنت من كتلة كبيرة يعني تيار الحكمة لا تيار الحكمة تيار شعب وتيار فتي صحيح يمتلك تاريخ هو راح يجاوبك صحيح يمتلك تاريخ والأخ أيضا من كتلة كبيرة ومحترمة ولديها تاريخ في داخل العملية السياسية نعم هذا جانب مهم لا يمكن إخفاله نحن ما نتحدث عن تاريخ الكتل لكن نتحدث عن ضخ المال السياسي يعني في هذه الخابة التاريخ يجب أن ينظر لكل كيان سياسي ولكل شخصية سياسية يجب أن يكون التاريخ حاضر حتى يكون من خلال عبرة نعم أما الحديث عن مشاكل العراقين فمشاكل العراقين كبيرة وسببها سوء الإدارة والفريق السياسي نحن مقبلين على مرحلة عقاب وثواب من قدم يجب أن يكرم ومن لم يقدم يجب أن يعاقب ويستبعد من المشهد القرار للمواطن القرار للمحروم القرار للمضحي نعم هذه كلها أما قضية الظروف فالجميع بنفس الظروف أما الحديث عن الكتل الكبيرة التي أنفقت مبكرا والتي قدمت والتي مسيطرة حتى حلات الانتخابية كانت مبكرة مسيطرة على جهاز الدولة التنفيذي وتستخدم المال العام وتستخدم إمكانات الدولة أعتقد ما يرادلها روحا للقاضي اليوم وابحة بالشارع العراقي نقطة مهمة جدا نقطة مهمة جدا هاليوم تحدث نقطة مهمة جدا قبل ما أتحدث بأسئلة السيد موثنى يقول لك المسيطرة على الدولة وأيضا عنده إمكانية هذا اليوم يمكن يقدر يغير الشارع الكتل الكبيرة بعيدة يعني أو ربما يعني قليلة التأثير مثل ما افتهمت من كلام سيد الجزان لا أول حقيقة لا يوجد طرف الآن واحد مسيطرة على الدولة إذا تحكينا على مجالس محافظات فالمحافظين نعم يمكن كل محافظة أنتم إلى جهزة إلى حزق وجهها فبالتالي هو السلطة التنفيذية في تلك المحافظة نعم والسيد الرئيسي وزراء من خلال متابعتنا إليه ورجل حريص كل الحروص على أنه يستخدم المال العام يعني بأي حملة من حملاته ورجال هو يعني من خلال طروحاته ومن خلال متابعاته الرجل معه أنه الانتخابات تكون مع الجميع ونفس يعني سواسيا تتعامل كانت الدولة تتعامل وياه أو وياه الأحزاب تتعامل سواسيا ماكو فارق أنه كونه رئيس حكومة أو كونه هذا رئيس إتلاف الفلاني فبالتالي أعتقد السلطة متوزعة على الجميع مو على الطرف دون طرف آخر أكو بعض الجهات السياسية عدت ثلاث محافظين واثنين محافظين فبالتالي دولة أيضا يعني يعني عفوا ينطبق على ما ذكر الأخ نعم تقصد التيار الحكم لا الآن هو طرح طرح أنه ماسكين المؤسسات الدولة أنا أقول الأحزاب كلها اللي عندها محافظين كذلك يعني تحديت كل صراح اليوم المواطني رئيس مع الصراح نعم في الحقيقة لأسئلة الأستاذ مثنى مثنى أنا ما أعتقد يعني من خلال خبرتنا والآن المتابعتنا ماكو يعني قائمة تنفق وقائمة الآن القائمة صح تقدم مرشحين أكو مرشحين بداخل القوائم يمكن الإمكانية مالتهم بالنفاق أكثر من القائمة كلها لأن وزير لا مو شرط لاوز ممكن تاجر نعم ممكن فشي شخص عند أموال ودخله هو شخص واحد بقائمة كل القائمة تشتغل بثقف محدد وهو يشتغل بثقف واحد وشوفها السعنية هذا مثل ما قال الأستاذ شوف القطع مالبعض المرشحين ببعض القوائم من التشوارع هو مرشح داخل قائمة مو يعني رئيس قائمة مو هذا خرق انتخابي هذا التحدد المفوضي كل مفوضي تتخذ إجراءات هل هذا يعتبر خرق أو مخرق أو تحايل على الإجراءات أو تحايل على الإجراءات أنا قبل أيام طلع الناطق الإعلام المفوضي وقال أكو إجراءات عندنا رادعة وعندنا رصد وهذا الرصد راح يصدره قريبا حسب ما طلع أحد زملانه ووحد شيء القضي موضوع اللي أثار الأستاذ احنا كفت لبس أغلب الطبقة السياسية عدت تعد المرشحين أنه ما يكون انتخابات ألكترونية نعم الأخ سيقول لكم انتخابات ألكترونية ما عندنا انتخاطها احنا عندنا عدو فرز ألكتروني نعم والإشكالات اللي أثارها الأستاذ المحترم يعني معتزازنا به بعض المعلومات تسوق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فالصير مسلمات نعم وهي مشكلة ولا علقة تم عد مرشحينه وعد القادة تلك تلو هم مشكلة عدنهم نعم ما يكون عشرة ألاف جهاز تعطل هو هذا نفس الجهاز كان بقرقيستان هو عشرة ألاف جهاز بقرقيستان استخدموها واللي أطل جهاز واحد يعني بكتاب رسم يجاوبون ببقته من التعاقدة المفوضية وهذه الشركة نعم فبالتالي ما يكون عشرة ألاف جهاز متوقف هما موضوع البطاريات أنا أول مرة أسمع أنه البطاريات عاطلة وبيهي مشكلة نعم هذه أجهزة الكترونية احنا جاي نحكي على ستة وخمسين ألف جهاز ربط الكتروني ولازم هذه العملية كلها مؤمنة وهذه العملية حقيقة أول مرة تجراف بالتالي اختوار حقيقيا للجميع من الآن الطعن في عمل المفوضية أقول هذا الطعن مشروع يعني بس لا يوصل أنه أنا متخوف أنه رح يصير عملية عد وفرز الكتروني يصير تلاعب بس ليش نقول طعن ليش ما نقول تساؤلات لماذا نقول طعن تساؤلات المرة يسأل يجي استفسر يسأل المفوضية من حق هم الأخوان تلاف سائرون تصدروا بيان قالوا هاي النقاط أريد المفوضية يجابني سلكوا هذا الطعن أقول ناس من الآن طلعت لا يعني بدأت تحكي على الأجهزة وتحكي والجهزة راح توقف والجهزة راح تعطل وكذا نعم الأجهزة الإلكترونية يجب على الإدارة الجديدة في المفوضية أن تحرص على أن تكون هذه الأجهزة فعالة وأن تضمن سلامة نقل النتائج بها حتى لا يكون تطعن بها لكن أقول من الآن ونحن نتبتها اليوم بهذه الحلقة راح يصير الكلام نعم الآن من خلال يعني متابعاتنا وكلام خلال كلام يعني مراقبتنا الكثير من الآن يشكك أنه الانتخابات سوف تزور الانتخابات سوف تجير الجهة سياسية دون جهة سياسية وهذا الكلام بدأ يكثر مثل ما قال الأستاذ صار تخوف كبير عد أغلب قادة الكتلة الآن كل كتلة خايفة من الكتلة الأخرى يتم التلاعب عن طريق هذه الأجهزة وظيفة المفوضية أن تعطي رسالة الأطمئنان إلى الجميع أنه هذه الأجهزة محمية وأنه هذه الأجهزة لا يمكن اختراقها ولديها أكثر من خطة هذه الخطة تطمئن المشتركين في العملية الانتخابية حتى الكيان السياسية القائمة الانتخابية أو المرشح يطمئن أنه أصواتها سوف تحفظ يعني إذا مارسة المفوضية هذا الدور وأنا متأكد يمارسونا الإخوان إن شاء الله زملائنا أنه يعطون رسالة لأطمئنان للجميع أنه هذه الأجهزة محمية والعملية محمية وفي حال حدث خللا ما أو عطبا ما أكو إجراءات والإجراءات أيضا شفافة ورأس هنا ولا يمكن الطعن بي هنا خلينا نتقل يعني أستاذ مثن يعني تحدث أنه ما يستطيع تشكيك بعمل المفوضية يعني لازم إذا أدكم نقاط محددة يعني نستفسرون من المفوضية لأن بعد ما بدينا بالانتخابات وبعد ما شفنا عمل الأجهزة الإلكترونية وبالك ماكو بطاريات تعطل أصلا يعني تحدث هو ماكو بطاريات الحد لا ممشيك حتى تعطل نح يعني هو يتخوف حقه يجل يتخوف من هذا الموضوع تفضل أستاذ مثل ستاني يعني أكرر الحديث حتى يكون واضح للجميع أقول أنا قبل شهرين شنتم طمئن تماما من خلال اللقاءات والخبراء اللي يتحدثوا شنتم طمئن تماما أنه الآلية آلية التسريع الإلكتروني أنا ما قلت الانتخاب الإلكتروني أقول اليوم هذا الموسم أضيف إلى آلية التسريع الإلكتروني اللي هي ظهور نتائج بشكل سريع وهذه الآلية الجديدة ستكون اختبارا للكادر اللي موجود في المفوضية لكن في الخمسة أيام أو العشرة أيام التي مضت بدأت تظهر المخاوف من هنا وهنا هل سمرة يتخوف مثنى أو يتخوف سين وصاد هذا مو كل شيء الذينة لكن إذا على مستوى رأسال كتل مستوى قادة سياسيين يقول أنا ما مطمئن لربما سيتسرب إلى الآلية الحديثة أو الآلية الإلكترونية شيء جديد يخلينا نشك في نتائجها نحن نحتاج هذا الرسائل اللي تحدث عنها السيد الشريفي أقول إذا هو مطمئن إلى الآلية ويبعث بهذه الرسالة إلنا كمر الشحين وللناخبين حتى نحن نسير بنفس الخطوات الثابتة بالعكس أنا أتمنى كثيرا أنه يبعث بالرسائل للإطمئنان للجميع لأنه فعلا نحن ضد المقاطعة نريد شعبنا جميعا وجميع من له حق التصويت أن نذهب إلى الصناديق نريد أن نبدل الوجوه نريد أن نبني برلمانا جديدا مثل ما تحدث زميلي للسيد الجيزاني أيضا قال يريد حقوق الشهداء وأمهات الشهداء كيف سينعكس هذا سينعكس بآلية تضمن الأصوات وسيكون الفيصل والحاكم هو الشعب العراقي بإزاحة الفاسدين والفاشلين وتقديم وجوه جديدة تبث الأمل من جديد يعني عندكم أمل بالتغيير نعم أمل شديد عندنا بالتغيير وعاجمون على هذا الموضوع نعم إن شاء الله خلي أشوف غاية سيد جيزاني أكو أمل بالتغيير التغيير اليوم أصبح مطلب جماهيري ومطلب لكل العراقيين واليوم أغلب العراقيين حتى اللي هم موجودين نواب بالسلطة من نقل ديهم بالغرف الخاصة هم مع التغيير وهذا التغيير راح يشملهم باعتبار أنه اليوم وضع البلد وصل إلى مرحلة تحتاج تغيير وإلا اليوم بلد مثل العراقي يمتلك كل الإمكانات إمكانات النجاح من الطاقة البشرية من الموارد الطبيعية من الموقع نعم ومواطني يعيشون بظروف غير اعتيادية ظروف استثنائية نعم غياب الأمين الخدمات الجانب الصحي الخدمي كل مفاصل الحياة غير مستقرة نعم إضافة إلى أنه نسمع أبو سالعلام أنه مدينة بغداد هذه مدينتنا العاصمة الجميلة تصنف بتصنيف يفوق من المسؤولية يعني أنتوا كتيار مجلسة لو بعدين تيار حكمة أيضا أنتوا شاركتوا بالعملية السياسية من بدايتها إلى هذا اليوم شلو ممكن تقنعني أنا كناخر لا أنا اليوم أنه أكتغيير بالمنهج أنا اليوم ما أقاطعكم بس أنا أقول أكفرت قضية نعم نحن خلن شخص من قدم ومن لم يقدم الجميع يتحمل المسؤولية نعم ولكن يتحمل المسؤولية بحسب المساحة نعم اليوم أستاذ مقداد خارج مساحة المفوضية يمكن إذا نسئلة نسئلة على المرحلة سابقة من عمر المفوضية ما نقدر نسئلة على المرحلة الحالية نعم بالتالي الجميع يتحمل المسؤولية نعم هذا جانب مهم وبالوجه الآخر يجب أن ينظر هناك نظرة سلبية بالمجتمع هناك إيجابيات حققت في عمر الدولة العراقية يجب أيضا أن تشخص لكن السلبيات كانت أكثر أكبر وإلا عدنا مليون ونطباز أيضا مناطقكم بالجنوب مناطق منها خدمية في 2014 في ظل وجود ثلاث جيوش لدى الدولة العراقية وجود إمكانات نفقد ثلاث محافظات ومليونين نازح وبين نازح ومهجر وفاقد لمصدر الرزق كذلك لا ننسى مناطق المحررون الشهداء المضححون الذين مناطق تفتقر بالخدمات وتفتقر تفتقر إلى البنى التحتية تفقد إلى محاومات الحياة هنانا هناك وعملية المشاركة وعملية البحث عن الكفو المخلص القادر على أن يقدم نحن اليوم العراق الجميع يتحدث عن التجارب والجميع يتحدث بوسائل الإعلام دون حياء من العراقيين يطلب فرصة وهو أخذ فرصته وتاجر في دماء العراقيين يجب أن نضع حد لمن لا يمتلك خبرة لمن لا يمتلك إنسانية خلي نوصفها وإلا اليوم شن ذنب العراق يعيش بهاي الظروف شن ذنب العراقية اللي تفقد زوجها وتفقد ابنها شن ذنب الناس اللي أعمارها اليوم شارفت على النهاية دون أن ترى حياة مستقرة هذا يتحمله الجميع كل من اشتركه بالعملية السياسية وسكته وأغمض الطرف عن أداء سيء يتحمل بحسب المساحة أستاذ مغدار أريد أسأل سؤال انتخاب يعني راح أجيك على المفوضية يعني هذا اليوم العدد الكبير من المرشحين يعني لبي طموح الناخر يعني هاليوم نشوف ناس يعني أنا أتحدث بكل صراحة مو مؤهلين يكونون بالبرلمان العراقي أول شي ما عندهم خبرة كافية ثاني شي يعني هما حتى مهنهم يعني مع احترامي لكل مهنهم يعني ما تنطي فرصة أنه تنطينا مستقبل جيد داخل البرلمان العراقي ربما الفوضى اللي موجودة يعني أو ربما نتحدث بالجانب الآخر ربما الناس قد ما شافت مأساة وأيضا أزمات داخل العملية السياسية وبالعراق لكل رشحة أنا أرشح أنا أخدم العراق وأني أخدم العراق لكن يعني بصراحة قوائم كثيرة ومرشحين أكثر نعم في الحقيقة شوف القوائم نزلت كانت 9169 نعم الآن تقريبا 7000 يعني تقريبا 2000 فرق عن 2014 نعم وهاي أنا أعتقدها حالة إيجابية وحالة صحية نعم أنه البعض شاف نفسه يدخل الانتخابات يعني ما يفوز فبالتالي ما رشح قبل فترة نحن بمركز الآن نسوي الدراسة نعم طلعت 91% من مرشحين بغداد دون الألف نعم يعني ما محصي ألف صوت نعم طبعا من واحد إلى عشرة تقريبا 150 واحد من واحد سمتها من واحد إلى خمسين زحمة يعني فبالتالي أنا أعتقد أي واحد الدستور ضمن قال لك حق الترشيح نعم أنا أشتغل عذرا أنه أشتغل بقال وعد شهادة تأهني إعدادية اللي أقارها مجلس النواب أو أنا سمكر وعدها الشهادة وقال أنا دق فالدستور أعطى لكل العراقين ما قال والله إنه إذا هذا الشخص مهنتهي شمير ميرشح خلنطي هذا الحق نعم دستور هذا مش شتت لأصوات مش شتت لأصوات يعني بالعمل دستور من أعطى الحق من أعطى الحق لجميع العراقيين بدون تمييز وابع ضوابط لاختيار هذا المرشح فبالتالي الشخص إذا من طبق عليه شرطة أقدم وكثيرين الآن في مجلس النواب ما تفضلت منهم يعني ما كانوا هم لو أصحاب روس أموال هذا حق الناخب أنا أعتقد المسؤولية الكبيرة على يعني هو قادة الكتل يعني أو قادة يشكله القام هو يريد يختار الأشخاص نعم اللي يشكل القام ومال فهو يتحمل الناخب يتحمل هذا طرف الطرف الآخر الناخب وحقه بالاختيار أيضا جزء من المسؤولية يعني كثيرين من الآن اللي جدت الأصوات نحن لا نقدر يعني نهمل تقريبا 13 مليون عراق صوت في عام 2014 نعم ما نقدر يعني ذولهم نقولهم انتم انتخبتوا وكذا كذا وطلعت يعني هي العملية مشتركة أنه الناس صوتت 13 مليون هم تتحمل جزء من المسؤولية نعم بالإضافة إلى الآن يمكن بالسارة البعض تحدث عن أنه يوجد كان تزويب المفوضية لا فاليوم يجل لك اجرب حظ المرة ثانية لأن النظام الكتروني ست هيفاء شوف منذ ولادة هذا المفوضية لا نشتغل بالمفوضية نعم ما كعملية انتخبية ما يتم الطعن بيها وإحنا في عام 2014 تحدينا أكثر من مرة نطلعت أنا بنفسي تحديت نعم وعطينا حتى النتائج وطينا لكل الكتل السياسية طلعتنا وقام عما طلعوني وين المشكلة وين التزوير نعم وروحوا وعدموني مو بس سجنوني فبالتالي الكلام أنا ما أقول العملية مثالية نعم نحن نحشي بالعراق يقول قبل شوي بغداد طلعوها أسوأ وش اسمها نحن نتعامل نعم نعم ناس اشتروا انتحاريين في بعض المحافظات حتى يفجروا مراكز اختراع اشترواهم ومثبتهم في وقائع وزرعوا عبوات حتى ما يصنع انتخابات نحن جو مو جو عندنا مثل فرنسا مثل لندن نعم الطالب المفوضية بإجراءات رسينا 100% نعم تحدث هنا مشكلة هناك مشكلة بس بالإطار العام الانتخابات المرجعية المرجعية متحدها الجامعة العربية متحدها التحاد الأوروبي مجلس الأمن صدر قرار به نعم خذي ننتظر الانتخابات القادمة استاذ متنى اذا نتحدث عن المرشحين والكم الهائل الموجود يعني قوائم رشحت يعني مع احترامات للمهن يعني مثل ما تحدث السيد مقداد الشريفي بقال وعنده شهات عدادية مهن أخرى يعني من حقهم هم يرشحون كلهم للانتخابات لكن هذا ما يسوي فوضى يعني بالانتخابات يعني حتى الناخب من يروح يشوف هذه القوائم وهذه الأسماء الكثيرة اللي موجودة ومو نخب يعني في صراحة يعني اليوم نحن رب نبني بلد فعلا اشترك معاكم بهذا التوصيف نعم سيوجد هناك سيحصل هناك تشتت في الأصوات كبير لن يكون هناك في المستقبل القريب قائمة ضخمة وعملاقة ولن يكون هناك قراءتي طبعا الخاصة لن يكون هناك بيضة قبان نعم اعتقد هواي أصوات راح تشتت من حق كل مواطن يجد في نفسه القابلية على العمل التشريعي نعم ان يقدم اذا توافرت فيه الضوابط التي ذكرها السيد الشريفي من حق اي مواطن يبحث عن التغيير نعم ان يروح بهذا الاتجاه لكن احنا نطلب من الناخب نطلب من ناخبين اللي عددهم قرابة ستة مليون في بغداد كما ذكر السيد الشريفي ذول الناخبين نطلب من عيدهم نقولهم احنا عملية الانتخاب تشبه عملية البيعة وذلك ما اشارت اليه المرجعية مثلي لا يبايع مثلك يا سيد الكريم من خذلك في المرة الاولى لا تذهب الى مرة ثانية ارجوك ابحث بشكل قوي وابحث بشكل دقيق عن موارد ومصادر المرشح ابحث عن السيبي مالت ابحث عن تاريخه عائلته تجنب السيئين حاول ان تساهم وتشارك في عملية التغيير القادمة استاذ مثلنا شنو تخوفكم انتو ككتلة السائرون تخوفاتكم يعني لا يوجد تخوفات يعني خاصة بينا كسائرون بالعكس السائرون اليوم تمثل تمثل ضمير ووجدان الشارع اكثر تمثيل لانها جماعة الاسلامي والشيوعي والمدني والليبرالي جمعهم كلمة لا للفساد جمعهم كلمة لا للحال السيء والمتدهور والخدمات المتخلفة جمعهم جمهور من الطبق الوسطى والطبق الفقيرة استاذ مثنى اريد اسأل سؤال يعني هناك كتل كبيرة هذا اليوم نشوف غيرت الوجوه يعني غيرت يعني انطت مثلا ستين بالمية أو سبعين بالمية وجوه جديدة للقوائم مالها يعني اغلب الكتل السياسية اليوم هذا المشاركة بالانتخابات هل هذا التفاف على المواطن العراقي؟ اعتقد بالعكس اذا خليني نذكر في المقاطع السابقة ومواسم الانتخابية السابقة لا يوجد حزب يسمح لأي مرشح ان يدخل في قائمته اللم يكن شريكا في نضال ما لا يقل عن عشرة الى عشرين عام ان يكون شريك نضال معهم لكن هذه المرة رغبة الشارع العراقي واصرار الشارع العراقي على تغيير وجوه اعتقد هو الذي جبر كل الاحزاب وجل الاحزاب على ان تخضع وتدفع بالجدد الى القوائم اضف الى انه سائرون اكثر من 85 الى قرابة 90% من المسميات بها الاسماء اللي بيهم ونالجدد الا بأس ان نعرف يعني الجدد من هذا شيء حتى يكون يطمن المواطن اعتقد ان الشارع كان اسبق من الاحزاب في هذا الموضوع فخضعت الاحزاب والكتل لرغبة الشارع نتمنى ان المواطن العراقي يدرك حقيقة يعني اللي يجري يعني هذا اليوم وايضا ينتخب الناس اللي يقدرون يوصلون هموم ومشاكل القبة البرلمان استاذ جيزاني باختصار طبعا العملية الانتخابية ليش باختصار مو الوقت مو حق يا نترى نعم تفضل مشكلة عندنا الوقت العملية الانتخابية ثلاثة اضلاع الضلع الاول مواطن وناخب والضلع الثاني المفوضية نعم والدور الاكبر على المفوضية والضلع الثالث هو المرشح اللي عارض نفسه للخدمة العامة وعارض نفسه للتصدي هذا المثلث يجب ان يحفظ ويحفظ بالمراقب الرابع هو السلطة الرابعة وسائل الاعلام ودورها بعملية ايصال المعلومة الناضجة الحقيقية اليوم عملية البناء تحتاج كل الجهد الوطني والجهد الاعلامي اللي يجب ان يكون جهد وطني حاضر مع احتراماتنا لكل وسائل الاعلام اليوم العراق بلد حريات وهناك اكثر من وسيلة اعلامية وهناك فضاء واسع له دور كبير بتغيير واقع العملية السياسية نحو الايجابي لا نتكلم عن السلبية اليوم انا اريد ان ابتعد عن السلبية نحو الايجاب العراق اللي قدمنا لألاف الشهداء نعم مو صعب نقدم لبرلمان ناهض يرتقي بعمر العراق يرتقي بتضحياته يرتقي بعنوانه الكبير اليوم مسؤولية مسؤولية الجميع اما الحديث عن الامكانات والحديث عن البعاية بس يا هذا اليوم باختصالي هذا اليوم ما شفنا برامج انتخابية من الكتل يعني اللي موجودة ماكو برامج نقراها اليوم انشاهد لا 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 خلي اسأل بالحكمة انشاهد مرشحيكم ونزلون صورهم ونزلون اسم القائمة وبفلان قائمة بس ما شاهدنا برامج بالمواقع التواصل الاجتماعي ما شاهدنا سويننا حلقة عن البرنامج الانتخابية سويننا حلقة خاصة وخلي نتحدث عن البرنامج الانتخابي برنامج واقعي قابل للتطبيق نعم نعم يعني نتمنى نتمنى من الكتل السياسية هذا اليوم ان نتخلي برامج واقعية لأن بالمرحلة الماضية سمعنا برامج كل شي كثيرة ولا واحد منها تطبق ومن ضمنهم الفاسدين بخصوص البرامج الانتخابية أنا أعتقد الأخوان الجميع بدأت من حبلة يعني مبكرة بس يدون تفتقل إلى الموضوعية صراحة يعني نزدت بعض المانشيتات في الجزرات الوسطية وفي الشوارع الجميع لا أستطني منه أحد يعني حجزوا منه أنا أماكن وفعلا حتى الآن برنامج الانتخابي ماكو أعتقد موضوع الأفصاح عن البرنامج الانتخابي أو عنوان البرنامج الانتخابي هذا محدد في سقب زمني تحدد المفوضية نعم يعني أعتقد من يوم 16 أربعة كان يمكن أو 14 أو 14 أربعة أجلو أربعة تيام فبالتالي هذا المتسع من الوقت على الكتل السياسية تعقد مؤتمراتها القوام الانتخابي أردختم بها السؤال يعني هذا اليوم التمويل الخارجي هذا اليوم التمويل للأحزاب عندنا قانون أقروا مجلس النواب العراقي وقانون الأحزاب ما عمل الشيء مفوضية مفوضية الانتخابات وحطوا أنتو كمراقبين وأيضا هذا اليوم أنت كخبير أو دي الدراسات شنو عملكم حتى تطبقون قانون الانتخاب قانون الأحزاب اللي قروا مجلس النواب وصادقت عليه الجمهورية يعني مو من لازم قانون اللي صدرها مجلس النواب يتطبق لأن بعض مفردات بيها إشكالية ويها تلاقضات من عندها قانون الأحزاب قانون الأحزاب بمشاكل كبيرة قضية تمويل الأحزاب وضعوا قانون الأحزاب معادلة هذه المعادلة تم طعن بها من قبل بعض الأحزاب وتم طعن هذه المادة وما تم تعديل القانون الأحزاب يعني موضوع التمويل فبالتالي الآن الأحزاب فاتح حسابات لدى حسابات وهذه الحسابات خابة لتدقيق ديوار الرقابة المالية على كل حزب سياسي أو كل قائمة انتخابية يعني تنفق أموال وتكشف عن مصادر هذه الأموال اللي أنفقتها وأنا أعتقد أنها تكون مشكلة كبيرة شكرا جزيلا المخرج يقول اتجاوزنا رحيز على ساد متنى كلمة وحدة أختم وياك ما أقبل أكثر من كلمة فضل بش يقول الله يلا كلمة وحدة للناخب لأن أختم وياه خلاص الوقت فضل معاي سيد نعم معايز فضل أقول للناخب أقول للناخب صوتك هو التغيير شكرا جزيلا أحرص على التغيير شكرا جزيلا بالختام أشكر ظروفي وكنت أتمنى وقت الحلقة أطول لأن بالفعل عندنا أسئلة كثيرة شكرا جزيلا وأريد أقول إذا كان المرشح راح يوظف المال السياسي الحملته الانتخابية وبعضهم يوظفون الدوائر الحكومية للحملة وبعضهم المال الخارجي إشلون من راح يسعدون للمنصب وشنو راح يسوون هذا السؤال أعتقد يسألوا كل مواطن قلبه على الناس والوطن والمستقبل القادم للعملية السياسية تصبحون على وطن آمن في أمان الله اشتركوا في القناة